من جانبه بيّن أياد السماوي المحلل والسياسي أن وزارة الصحة لم تتعاقد حتى الآن على شراء أي لقاح وأن الحكومة لا تمتلكون كانية للتعاقد على أي لقاح في الوقت القريب لحد اليوم وهذا الخبر اللي راح أنقله لحضرتك وللمشاهدين الكرام هو من داخل وزارة الصحة حصرا لحد هذا اليوم أستاذ عدنان اسمحها وخلي اسمحها كل الشعب العراقي لحد هذا اليوم لم تتعاقد وزارة الصحة على أي لقاح وليس هناك إمكانية بالوقت القريب التعاقد على أي لقاح هذا خبر من داخل الوزارة واليوم مصني من داخل الوزارة